تحت عنوان قبل أن تكون مقترضة أو كفيلة إضمان حقك عقلت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب بيالارا ندوة في البير استهدفت توعية النساء بحقوقهن في القروض والكفالات البنكية التي تكون المرأة طرفا فيها من أجل أن تتبنى البنوك الفلسطينية وثيقة توعية للمرأة هذه الوثيقة يجب أن تكون مع وثائق أخذ القروض للمرأة الفلسطينية قبل أن تقوم بعملية الاقتراض أو الكفالة يجب أن تقرأها أن تفهم مضمونها وتشير إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد الكفيلات من النساء بلغ 33 ألف امرأة في حين أن 55% من النساء الفلسطينيات يعانين من العنف الاقتصادي كعدم القدرة على التصرف بالأملاك أو التصرف بالإرث حاليا بصدد خلال الأيام القادمة نصدر تعليمات تحديث للتعليمات القائمة في موضوع التنظيم كفالات قروض أشخاص آخرين ما يتم طرح اليوم هو موضوع مهم حيوي بالنسبة لنا كسلطة رقابية بالنسبة للبنوك قانون اسمه قانون الأموال المشتركة بين الزوجين إذا بيقرر هذا القانون بتنحل المشاكل وأصلا بتخف من حدة الطلاق لأنه طالما فيه قانون بيعطي حقوق للزوجين والأموال المناصفة بينهم بغض النظر القرد تسجل باسمي أو باسم الزوج ما فيه مشكلة وأوسط الندوة بأهمية العمل على إقرار قانون الأموال المشتركة لحماية المرأة في حال انفصالها عن الزوج وضمان عدم تحملها أي تضغطات من الأبناء والآباء